شارك سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري والذي عقد بمقر البعث الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة وذلك على هامش عمال الدورة السادسة والسبعين للجمعيات العامة للأمم المتحدة برئاسة معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت رئيس الدورة السادسة والخمسين بعد المئة للجامعة العربية وبمشاركة معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتطورات التعامل مع القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة بالإضافة إلى تنسيق المواقف العربية فيما يخص القضايا الدولية المقرر بحثها في الدورة الحالية للجمعيات العامة للأمم المتحدة اشتركوا في القناة